إذا لازم درست الجملة الشرطية فستتجرس الكتاب أنتم طلاب الـ AY الجديدون صح؟ مرحبا يصف اسمي ويتني ودرست العربية ثنة اليوم سأتكلم معكم عن الجملة الشرطية الجملة الشرطية سهلة بأنها مثل الجملة الروسية بالانجليزية تسألني ماذا الجملة الشرطية؟ ماذا يعني؟ بالانجليزية فيها الكلمة if وأحيانا then هنو جملة بالانجليزية الجملة الشرطية بالانجليزية مثل العربية ولكن هناك كلمتين لإف هم إذا ولو ولكن هناك فرق سير بينهم إذا للجملة الممكنة ولو للجملة غير الممكنة في الأردن إذا مفضلة فنعود إلى الجملة الأولى بالانجليزية If I study for the test then I'll succeed بالعربية الجملة إذا درست للامتحان بس أنجح نشوف تركيب الجملة واحد في البداية فيها كلمة إذا لأنه يمكن أن أجرس وأنجح نكتب إذا ومش لو تنين دائما يكون الفعل في الماضي بعد إذا أو لو في الجزاء الأول في الجملة ثلاثة هناك دائما ف في بداية الجزاء الثاني في الجملة علبة بعد ف في الجملة يكون الفعل في المستقبل خلص الآن ترجم هذه الجملتين بالانجليزية إلى العربية واحد If they like music then they'll listen to the radio تنين If you want to write a conditional sentence then you write like this sentence خلص واحد If they like music then they'll listen to the radio إذا كانوا يحبون الموسيقى فسيستمعهم إلى الرادية تنين If you want to write a conditional sentence then you write like this sentence إذا أردت أن تكتب جملة شرطية فستكتب مثل هذه الجملة إذا كتبت هذا الجملة فستكون صحيحة شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى